بحثت وزيرة التنمية المحلية منال عوض مع بعثة البنك الدولي الموقف التنفيذي لبرنامج تنمية الصعيد وملافات التعاون المستقبلية وتوسيع مجالات دعم التنمية الاقتصادية المحلية أشادت منال عوض بالنتائج الإيجابية التي حققها البنامج على أرض محافظات سوهاج وقنة والمينيا والسوت خلال فترة التنفيذ مشيرة إلى أن عدد من استفاد من تدخلات بنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بلغ قرابة ثمانية ملايين ومائتي ألف مواطن في المحافظات الأربع وقالت وزيرة التنمية المحلية إن البنامج نجح حتى الآن في ضخص استثمارات كبيرة من خلال تنفيذي خمسة ألاف وستمائة وثلاثة وثلاثين مشروعا بإجمالية استثمارات تقدر بـ 27 مليار وخمسة ملايين جنيه في قطاعات البنية الأساسية أهمها الصرف الصحي وطرق والنقل ومياه الشرب والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة وتطوير الحضري ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية والمحلية